ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ومظرح حكومي فإنه نقاط نعلم بإنقاء الإسلامية وإنه يقومون بإنها المعارضة وإنه يقومون بإنها المعارضة فإنه يجب أن تكون لدينا فقط فإذا كنت أسمى إلى تلك الأفضل أنه يوجد مختلفة هذا العام وهو نتوجد مجرد ونحن نتوجد الثالث سياسة السابعة هذا العام درنا المرض السكري لأن المرض السكري هو مرض شائع لكن كل عام عشرة في الميالي كتزاد بالنسبة للبوبلسيون جنرال المرض السكري هو واحد مرض التهابي وكرونيك يعني مرضي انفلاماتور كرونيك اللي كتغيس طولي السيستم بيولوجيك ديال القلب الشرايين الدماغ الكلاوي يعني كل شي كل جيد بالتالي احنا اكا طيب اينا جو تخضير احنا في الواجهة ديال اننا كنتعمل مع جامع الجهيزة مريضة بصفة يعني كتكون شوية غراف بالتالي كنخصنا ولا بدنا نعرفو المستجدات في هذا الميدان من الأدوية او لا من تقنيات الحديثة باش التكفل بمريض السكري يكون في حد المستوى آآ طالع شوية آآ كذلك درنا لدول اجتماعية عند الخصوصي انها بالنسبة لكتغيس عامة آآ عامة المجتمع او لا لتوفينو زي ما بيتنا نقول يعني اي واحد لديه حق يدخل لها مش غير الطلبة او لا الاطباء هذا العام كذلك درنا المعاناة عند مريض السكري آآ بحضور جمعية المجتمع المدني بحضور آآ بحضور آآ نازل الاعلام بحضور الناس دي المستشفى الجامعي او لا الاساتدة وكذلك آآ بحضور يعني الاختصاصين في التغذية وكذلك مختصة في علاج الآلام المزمنة نونك في هذا المؤتمر السابع لأطباء الانعاش والتخدير وكذلك طب المستعجلات تم الحديث عن الآلام المزمنة خصوصا عند مرضى السكري وكيفية علاجه نونك بواسطة تقنيات حديثة اللي الحمد لله قدرنا اليوم اندخلوها للمغرب ويقدر استفاد منها المرض السكري المغربي اليوم دونك مثلا عندنا لغاديو فريقانس وكذلك علاجات اخرى لي زبحات متوفرة لنا في المغرب في اطار المؤتمر السابع لأطباء التخدير اللي كان الموضوع ديالي هو مرض السكري وفي اطار المداخلة ديالي اللي كانت تحت عنوان التربية العلاجية والدور ديالها عند مرض السكري كمسا عرفوا في بلدنا انه مرض السكري وحد الجائحة اللي متدير تتمشي وتتزاد وتتكاتر وفي اطار هاد الاطار بغيرا نعرف بان التربية العلاجية انها دور جد مهم لان المرض السكري خاص يفهم لمرض دياله لانه خاص يكون طرف بل طرف الرئيسي في معالجة ديال المرض دياله خاصة مع هاد الارتفاع المهويل اللي نقدر نقول بانه مازال ما عارفين الارقم الحقيقية لانه هذا فقط رقم رقم نظري ولكن الحقيقة رهى مخيفة جدا وبالتالي بانه اللي قدرنا نديره في هذا الارتفاع رهى بزيان وتسبقها التوعية وخاصة التوعية العلاجية وان المرض يفهم لمرض دياله بانه يكون شارك يكون طرف بل طرف الرئيسي في معالجة المرض دياله هذا شيء جد مهم الأسولي الأسولي حتظرنا فيه لول لانه وعدنا atrás السكار بجينا من الماكلة وعدنا السكار مذ م المضيجة تعَفزوه لانه كية على قدقت цبل ممكن تكتبقين عليها الأسولين الباطية والأسولين السريعة الأسولي الأ PhD هي الأسولين السريعة للأسولين الباطيء والأسولين ِ هي الأسولين llam دياله الأسولين تقولون في أجل العيشة مكنني انه يعستمرake بذيات السكار يكونوا بسناكلوه يكونوا بمراضي أو تنطقي وغلالها لدي السكر مدة 23 عام مهم إنسان يتبع الحمياء والدواء في الوقت ويتبع النصائح للأطباء وكل شيء عيدوز مزيان ونجدت هنا هذا المؤتمر لنستفيد من النصائح للأطباء والاستشارة وكل شيء عالدس بخير وكل شيء عالدس بخير إلا إنسان تتبعنا هذا النصائح والإرشادات التي أعطينا للأطباء هذه الصنطة ديابيتيك في مايو قارب الالفين منخارت كان قموا بتتبع ديالهم بالفحص الطبي كان قدموا لهم الأدوية ديال السكر سواء الأقراص أو الأنسولين وكان قدموا لهم استشارات طبية كيفاش يديروا ديالهم كيفاش لطلع لهم السكر شني غيعملوه ولا طلع لهم السكر شني غيعملوه وفي نفس الوقت كان نخدوهم لرونديفو معنا في الصنطة ديالنا مع الأطباء الإختصاصيين باش يدوزوهم وكان قدموا الأدوية الأخرى ديال التنسيو وديال الكوليستيرول هاد الالفين منخارت يعتبرون من فئة الهشة ديال المجتمع اللي ما عندهم شي باش غيعملوه والطبيب يدوزو ما عندهم شي باش غيعملوه الدوات السكر يحنا الجمعية تكلف بهم وحضرنا استدعينا الإخوة استدعينا الإخوة باش نحضروا هذا المؤتمر هنا يعني باش نتبادلوا التجاريب ونستفدو من تجارب ديال الأطباء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر